جديد عزائي المشاهدين شوط اول ممتاز شوط اول فيه فرجة لكن غابت الاذاب لكن متعنا بهذا الشوط فضل اكيد اكيد شوط اول ممتع صحيح نقسمه حتى على شوطين يعني 25 دقيقة الاولى الجزائر مثل ما قلت لك يعني بداية الدخل بقوة ضغط عالي سيطرة على وسط الميدان كانت لهم عدة فرص وبعد نظن بعد 25 دقيقة بدأ يخرج المنتخب المغربي شفنا في عدة فرص خاصة ربع ساعة الاخير شفنا يعني الفريقين كان ممكن يسجلوا كانت فيه فرص وضيعوا فرص شفنا تقريبا في ربع ساعة الاخيرة البوكس تول بوكس والنقطة اللي تكلمنا عليها في وسط الميدان كنا ننتظر قوة المغرب خاصة في حافظه وكأن حتى بالدبكة سيطر بعض الشيء على موجوز البدني الموجوز حتى لاعبين وسط ولاعبين اطراف يعني قوموا بمثلاتهم الدفاعية والهجومية عندما يعني تسيطر وانت تكون اكتر في الهجوم وانت تسيطر على الكرة يكون نضمن انا الشوط الاول ما بين افضل اشواط لادات المنتخب الجزال ولكن حداري حداري في الشوط الثاني يعني من التارات بفعل اشام كانت هناك فرص مشاهدناش مستوى اللي كنا ننتظره اكتر اشام ممكن فرص تكون اكتر انا ممكن ربع ساعة او العش نقيق المغرب ما تخش في المارت بشكل جيد هناك توطر على البدل عديد هناك عدة تنريغة خاطئة خاصة نهياري الحداد جبران نهياري كذلك هناك ام حتى بالنسبة لكارتين هي العديد من القرات الفرص يجب بشكل افضل عنده عندنا الضغوطة المباراة هناك توطر تحس اللعبين متوترين اكتر عمليتها عندما يضيعوا الكورة بسهولة لكن الشوطاني نتوقع يكون هذا افضل لانه عند الحلوب خاصة يجب هناك تغييرات اظن رحيمي لازم يكون يدخل مع بلد الشوطاني او مع مجرايات الشوطاني لانه دائما يعطيك الحل خاصة اللعب سريع ولعب مراوخ ويخلق لك القرص انه يكون هناك مساحات شو دائما الجار يسرى الجار يسرى هي الاختر للمتخب المغرب الماهيري اللي يجب بيركز بعض الشيء الماهيري لو بيركز بعض الشيء اليوم في تمريراتهم تمريرات آخيرة ممكن يسجل ودائما القرى تابنسة هي طول نقطة قوت المغرب ومتدخل الجيدين لهذا الحارس برحي وأظن هذه رمكين المقرى الثانية كانت دائما تشكل خطورة على المتخب الجزائري الحداد مشاهدهش بشكل انظم الحداد كان يجب شغلاته شوفهم دائما التمريرات دائما التمرير الأخيرة زال من يدكم هناك التركيز أكثر خوصا فيما قوت الجار يسرى بين اللاعب بنشرقي والناهيري شروط الثاني رفي البداية بنفس الطريقة يبقى على نفس نفس العقلية ونفس الدفاع أول شيء الدفاع المتقدم الضغط على حول الكرة يعني ما تعطي له مش حلول يعني خاصة اللاعبين وصل الميدان لانه الحلول تبدأ من يوصل الميدان لو تركت حافظي لو تركت الكرتي يصنعوا اللاعب و تركت له مساحات راح تكون عندهم حلول في الهجوم لانه لو قصيت وقطعت الكورات التي تمشي من الوسط ما يوصلوش إلى الهجوم هذا اللي عملناها في شوط الأول خاصة في 23 دقائمة ولكن علينا نحن ناعبين أطراب مزياني خاصة بالليلي تكون فيه سرعة ليصنعوا واحد ضد واحد وخاصة في العشرين أو الكاتين من الأخير لا تكون اللاعب في جميع السلام المستير لكي إجازة بلول والفورة على سرعة فهو الأمر بدنيا مهيب شوطاني بارك لكم معي بدنيا بشكل أفضل هو الممكن إلي المباراة لانه مباراة في نهاية معالي شوط الأول بارك لكم ربما بدنيا الجاهل بزيدة لا عند الضوء كبير من يوم وصليت هذه المباريات أظن أن عموت عنده عدة حلول وصلاً يسوي الهجوم يتكلم على لعب مركاوي يتكلم على العديد من اللاعبين يمكن أن يدخلوا ويمكن أن يغيروا ويغيروا من اللاعبين لا أتمنى شوطاني يكون تنتظر أي من التبديلات؟ لا ننظر تعليمات أكثر ونصائح أكثر خاصة من الجانب التركين ومن الجانب أن البدل يعني إبقاء على نفس الوثيرة فهيح شوطاني رح تكون فيه توقص يعني بالجهد البدني لأنه قاموا بشوط حول كبير من حيث الريت ومناسق المباريات شوطاني رح يكون بداية تكون قوية ولكن رح تكون يعني في العشرين دقيقة الأخيرة تكون في بعض التغيرات كليلازمة لأنه عندنا بعض لاعبين خاصة لاعبين حلول أكثر في الوجوم مثل غياب منجاح منظم حالياً قاموا شوط محترم شوط جيد وتخلوا في المباراة جيدة نظر شوط كامل يتمنى أن يكون أفضل ولما لا تسجيل لأنه لو سجد تغيير كل شيء تغيير 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 في المنتخب الجزائي دخول زراوي نظر مكان زروقي نظر ممكن زراوي يلعب على الجهة اليوم لأنه متعود يلعب هذه المباراة التكتيكية بمتياز تنتهي بالتعادل في وقتها القانوني بهدف مقابل الهدف الآن الوقت بدلة طائمة اليوم يوم الأكسرة طائمة اليوم مصر والأردن وقت إذاك الآن مغرب والجزائر وقت الوقت إذاك نتمتع أكثر في ملعب يمين من خرق العادة أستوديو الحلو صح ولا لا؟ إذا نزيد نص عام حلو في ملعب في ملعب في ملعب ثمامة فهي فرجة 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 منتعة صح ولا لا؟ قريرا نعود إلى الشوت الثاني ونعود إلى نتيجة التعادل أين المنتخب المغربي لم يخسر الوقت للعودة في هذه المبارة؟ في ملعب بعد الضرب الجزائر كان هناك هدف تعادل مباشرة طاقعتين بعد هدف اللعب الزائر 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 ثم جئت هدف تعادل لعب الناير في ملعب قوة بدنية نسق عالية أحد أفضل مباريات البدنية رتب عالي فرص تكسيكية تقرر المستوى وقلنا دائما المباراة تلعب على جزئيات والشيء اللي استغلوا المنتخب المغربي كما قلت هي كرة ثابتة دائما خطيئة من كرة ثابتة ضعف الراقبة وسجل هدف تعادل اللعب النايري كان حر كرة دائما كرة ثابتة لتشكل خطورة على ملتخب الجزائر كان هناك صراعة كبيرة على وسط الملعب شوفنا كذلك هناك بعض العياء على بعض اللاعبين وقصة مع نهاية شوتانية كان نسق كما قلت عليه الآن هي كما قلت أكسرا تايم فالجائز بدنية محافر بدنيا اللي عالدوا في رجليه أكثر من تسعين دقيقة الكلمة ساتفة لكن دور عمولتا ودور بوكرة في الحسطين الإضافية أيضا المؤمن أكيد مهم دولة ومهم منذ بداية المباراة إلى آخرها وخاصة في الإشارة طائمة ولكن المهم الجانب البدلي مهم جدا نظن أن ما بين أفضل المباراة التي أدناها منذ بداية هذه البدولة في المنتخب الجزائر ترسيكيا بدنيا من حيث الريتم المباراة تنسق المباراة عالي ولهذا نظن حتى في التغييرات في التعامل مع المباراة نظن ما جد في تطور مرحوظ من المباراة وحتى لعبينها في تصاهد من حيث المستوى نظن لأن الشرط الثاني كنا أفضل لأن حتى في تغييرات دخول دراوي تغيرنا طريقة لعب أصبحنا لعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة دراوي ميري زاق بن دبكة وطارك بالليلي لماذا؟ بالليلي كراس حربة مزيانة على الجال اليوم الضائم بعد دخول أبو تمان كان ممكن لعب آخر أبو تمان لأن بالليلي يتم إعفاءه من المجمودات أدواره الدفاعية ويستغلوا هجومية لأن بالليلي في الواحد ضد واحد يستعى الكفار يكون عنده الكرة يصنع لك خطورة حتى اللاعبين حتى طريقة المدافعين عندما يكون بالليلي والعين عندما يكون لعب آخر مختلف ومتغيرة ولهذا نظن شرطاني رائع تقريب بعد تسعين دقيقة جيدة كانت نقصتها ولكن عندنا النقطة مشكلتنا اليوم منذ بداية المباراة إلى نهايتنا كل كرة تبدأ شرط أول لو شرط ثاني فيه خطورة وفيه صوروبة إما في التركيز إما في الرقابة النتيقة في هذه الحالات عندما يكون عندك نقطة دعف مثل هذه لازم تلعب دفاع المنطقة ودفاع رقابة يعني ميكس نظني أنه لو ركزنا أكثر لأن الجانب 15 ثقائق الجانب البرداني مهم شكرا 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 لرفيق الصيفي وشكرا ليوسف الشيبو المنتخبين على أرض الميدان شكرا